مساء مليون بالمحبة والخير والسلام عليكم مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى حلقة جديدة وقصة جديدة من برنامج حيث الإنسان الذي عماده أنتم وجماله أنتم ونجاحه أيضا في الليلة السابعة عشر من هذا الشهر الفضيل ما نزال معكم نقدم قصص من واقعنا وحياتنا اليومية من مناطق قصية وحياة منسية نقدمها بصورة جديدة كما عودناكم ليس هدف البرنامج هو تسليط الضوء على معاناة بلدنا الحبيب وإنسانه الذي كسرته الحرب والصراعات فحسب بل البحث عن حلول وحث المجتمع على التكافل والتراحم والمحبة ومحاولة لفت انتباه الجهات المعنية إلى ما ينبغي أن يكون في مساء هذه الحلقة مشاهدين الكرام نستعرض معكم أسماء الفائزين الثلاثة بجوائز حلقة ما قبل الأمس الحلقة الخامسة عشرة وكان الفائزين الثلاثة هم الفائز الأول عادي ليوسف محمد الضليل من صنعاء والفائز الثاني مازن أحمد قاسم من صنعاء والفائز الثالث محمد محفوظ خميس بحميش من حضر موت في نهاية هذه الحلقة سنقوم باختيار الفائزين الثلاثة أيضا وسنعلن الأرقام الفائزة بجوائز حلقة الأمس انتظرونا في نهاية هذه الحلقة والتي كانت طبعا حلقة الأمس بعنوان الأزارق المنكوبة مرتين أهلا بكم إذن مشاهدين مشاهدينا إلى التعليم نعود من زاوية أخرى هذه المرة حيث الإنسان حضر في مدرسة أبو موسى الأشعري بمنطقة النشمة في المعافر تعالوا نشاهد ماذا قدم برنامج حيث الإنسان هناك عندما تشتاح الحرب بلدا ما فإن البقاء يصبح حلما لساكنه وعندما يتحقق نوع من الاستقرار فإن الخطوة الأولى نحو إعادة الاعتبار للحياة هي التعليم هكذا هي الأعراف التي تحكم البلدان وقد تنكر لها القدر وحلت بها المصائل هؤلاء المتوشحون بأشعة الشمس الحاملون على ظهورهم أسفارا من المعاناة وصفحات بيضاء للمستقبل أدركون جيدا كم هي الحياة قاسية في بلد مثل الهم لكنهم يقفون منتصبين كحال بلادهم التي وإن بدت ممزقة لكن شعاع المستقبل الأجمل لا يزال يستع في عيونهم يتراصون في صفوف ضيقة يتشبثون بكل حيز في المكان يسرقون الحياة غصبا من كل نافذة تتاح في جدار المعاناة إنهم فتية لا يستسلمون أو ربما لا يأبهون هكذا هو واقع التعليم في مدرسة أبي موسى الأشعري إحدى المدارس التابعة لمديرية المعافر بمحافظة تعز وتحديدا منطقة النشمة نعمل معلومات الصعوبة بعض الأحيان ما نقدرها الصعوبة الفئة الضيق ما يعرف شو أحد يكتب ما يعرف شو أحد ما يكون كثيرا ما نقدرش أكتب واحد قطر بيزارة سلالة فصول مضايقة ما نستطعش الكتابة بدأ مضايق بشكل كبير خمسمائة طالب يتزاحمون على هذه الفصول الضيقة التي لا تحتوي على أي من مقومات التعليم سوى الاسم واقفون وقاعدون وبعضهم يستند على الآخر لحفة الإنصات تبرق من أعينهم لكل ما يقالوا لهم ويسمعون يعني الوضع في المدرسة زي ما يقولك من حيث المبنى المدرسة يعني الطلب يعني من حيث المبنى الفصول المسمى يعني إحنا مضررين لا حد أكبر ما يمكن خاصة أي ما يكون في برد أي مريح أي من اسمه يعني الوضع الطلب متؤدي يعني سيء لآخر حد يعني يكون نسبة نستوعب الطالب مش موجود يعني ما يقدر شيء استوعب خاصة أيما الريح أيما البد أيما المطار يعني حالة الطلب يعني يعني متدنب بالصفوف يعني مش يعني زي شقلك ما فيش يعني عندهن قدرة الاستعب المكان مش ملائم الفصول كما ترى الثلاثة هي الفصول الرسمية الذي بنيت من قبل الدولة اللي هواسعة شوية وفي كل فصل طبعاً في معنا في البداية في الفصل الألوية تقريباً ما يقارب ثلاثة وسبعين طالب وهكذا في الثاني ثمانية وستين وغيرها فالفصول بقية الفصول ذيقة ومزلت تحيمة ولكن أيضاً العدد في بعضها متواضع مثلاً كأقل أقل فاصل في بورنا أربعة واربعين طالب أقل فاصل والباقي من ستين من خمسة وستين من سبعين من واحدة سبعين دولة سبعين وهذا ما نعاني طبعاً ووضع الطلاب على الكراسي وعلى المسمو غير صحي أساساً لكن هكذا حالتنا وهكذا ظروفنا نتمنى أن تتحسن الأمور في المستقبل وأن يحصل الطالب على مكان متميز يستطيع فيه يستطيع الطالب فيه أن يتقبل معلوماته من الحصاصة الدراسية وهو مرتاح وبقاء الصحي مريح حتى بأجمل ما فيها تبدو الحياة قاسية على هؤلاء الذين يسلمون أجسادهم لأشعة الشمس الحارقة وكأنهم ينفذون عقاباً بحقهم بدلاً من ملء كراسة الامتحان فيبدو الأمر اختباراً في تحمل الألم بدلاً من الحصاد الدراسي هنا للتفوق معاني أخرى إنه انتصار على المعاناة وتغلب على دمار الحرب التي تستعر بالجوار وليس فقط نجاحاً في الدراسة واجتياز المراحل أمام معاناة هؤلاء الطلاب وعزمهم الكبير في مواصلة التعليم قرر فريق برنامج حيث الإنسان المساندة وتم الاتفاق على عمل توسعة للمدرسة وبناء فصول إضافية بالإمكان أن نصنع للأمل مكان أن نوقف قتل الألوان أن نجعل ما يحدث بالإمكان أن نمحو بعض الأحزان أن نمسح دمعة حرما أن نمتذ قدر الإمكان قام الفريق بكل ما يلزم وبدأت الأياد تناول بعضها ما تشيد به حلم الصغار ترتفع الجدران ومعها يرتفع شيء من معاناة الطلاب أضيف للمدرسة ذات الفصول الثلاثة ثلاثة فصول إضافية وبذلك تحقق نوع من الانفراج وكسب الكل حيزا جديدا في المكان وطبعا فرق كبير بين قبل ما تقيون وبعد ما تقيون وبعد أن حصلنا على الثلاثة الفصول على الأقل وفرنا إدارة لأنه كنا نستعمل الإدارة فاصل ووفرنا مستوعدة الكتب لأنه ما كنا نعرف أين نحصل الكتب أيضا نحصلنا على فاصل بدل فاصل ضيق ما كانش يساء للطلاب وهذه انفراجة كبيرة والحمد لله رب العالمين نشكر طبعا المتبرعين والذي ساهموا في الامفراجة عن المدرسة ونتمنى لهم التوفيق كما نتمنى لأهل الخير ومن عندهم استطاع المزيد من الدعم المدرسة احتوتهم الجدران لكنهم لا يزالون يفترشون الأرض التي لا سماء أهلها سوى أحلامهم اليانعة بإمكان هؤلاء الآن القول بأنهم ذاهبون أو عائدون من المدرسة بدلا من الثلاثة الفصول المركونة في الشعاب القافرة اهل الامسان اذن مشاهدين كما تابعنا لا تزال مشكلة التعليم في اليمن من أهم المشكلات وأكثرها تعقيدا فمن مدرسة حريبة التي يتلقى فيها التلاميذ تعليمهم تحت الشجر إلى مدرسة النهضة في تعز حين حول عادل أشريح منزله إلى مدرسة حكومية ومدرسة ساكن طبيق في أبيان والتي كانت توشك على الانهيار هذه صورة تختزل واقع التعليم في اليمن اليوم وجدنا في هذه المدرسة الفصول تكتظ بالطلاب وهي مشكلة تتسع بحجم اليمن فأكثر من خمسة ملايين طالب في المرحلتين الأساسية والثانوية في اليمن يواجهون صعوبات في الاستيعاب في المدارس ويؤثر ذلك على التحضير العلمي نهيك عن مشاكل أخرى ناتجة عن هذا الرقم الكبير بالإضافة إلى زيادة عدد النازحين في النشمة وغيرها من المناطق التي حظيت بقدر من الأمان تشهد هذه المناطق ازدحاما شديدا في المدارس وقد شكل ذلك كارثة تعليمية فاقد جميع المقاييس نتيجة توافد النازحين عليها وتجاوز قدرتها الاستيعابية تقول بعض الإحصائيات أن عدد الطلاب في بعض الفصول يتراوح ما بين ثمانين إلى مئة طالب في الفصل الواحد وهو ما يفوق ثلاثة أضعاف مقاييس التعليم الطبيعية والتي تقدر بخمسة وعشرين طالبا في كل فصل الدراسي كان حيث الإنسان هنا وقدم ما تيسر ووفر ثلاثة فصول نأمل أن تسهم في التخفيف في معالجة الازدحام لكن هناك العديد من المدارس التي ما زالت تحتاج إلى توسعة وخطة تعليمية تتناسب مع هذا الحجم الهائل من الطلاب مشاهدين الكرام إذن تابعنا القصة معا وبالتأكيد أنكم ركزتم في تفاصيل هذه القصة حتى تتمكنوا من الإجابة عن سؤال الحلقة بشكل صحيح وتكون ضمن الفائزين والمرشحين للفوز معنا بالثلاثة الجوائز المالية المرصودة في كل حلقة وقيمة كل جائزة مئة ألف ريال يمني وإليكم سؤال الحلقة السؤال يقول كم عدد الفصول الدراسية التي نفذها برنامج حيث الإنسان والاختيارات الثلاثة هي الاختيار الأول فصل واحد الاختيار الثاني فصلان والاختيار الثالث ثلاثة فصول إذن مشاهدين الكرام للفوز معنا بالجوائز المالية ما عليكم غير اختيار رقم الإجابة الصحيحة فقط إرسال رقم الإجابة إما واحدة واثنين أو ثلاثة على رقم الواتساب الخاص في البرنامج وخلال الوقت المتاح لإرسال إجاباتكم والذي يستمر من نهاية الحلقة وحتى الساعة الخامسة عصرا من عصر اليوم التالي هذا البرنامج برعاية مؤسسة توقل كرمان إذن وصلنا معكم إلى هذه الفقرة وهي فقرة إعلان الفائزين معنا بجوائز الحلقة السادسة عشر حلقة الأمس والتي كانت بعنوان الأزارق المنكوبة مرتين وكان السؤال يقول كم عدد الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية الحاد في المنطقة وكانت الاختيارات الثلاثة هي أربعة آلاف الاختيار الثاني خمسة آلاف والاختيار الثالث مئات الأطفال الإجابة الصحيحة كانت الاختيار الأول أربعة آلاف طفل للأسف في منطقة الأزارق يعانون من سوء تغذية الحاد نسأل لهم عافية إذن مشاهدي الكرام كل من أجاب برقم واحد دخل معنا في السحب اليوم على جوائز البرنامج الثلاث وقيمة كل جائزة مئة ألف ريال يمني والآن سنقوم باختيار الفائزين الثلاثة وبسم الله نبدأ باختيار الفائز الأول وقيمة الجائزة مئة ألف ريال بسم الله إذن مبروك للفائز صاحب الرقم مبروك لصاحب الرقم الجائزة وقيمة الجائزة مئة ألف ريال يمني إذن الآن نختار الفائز الثاني وأيضا قيمة الجائزة مئة ألف ريال والفائز الآن معنا ومن من أجابوا إجابة صحيحة واختار رقم واحد عن سؤال أمس مبروك 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 لصاحب الرقم صفر 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 تسعة ستة سبعة سبعة ثلاثة ستة خمسة أربعة اثنين واحد تسعة ثلاثة الآن نختار الفائز الثالث وأيضا قيمة الجائزة مئة ألف ريال يمني ومبروك لصاحب الرقم بالتأكد أنه رقم يمني لأن المسابقة مخصصة لأرقام اليمنية صفر صفر تسعة ستة سبعة 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 واحد تمانية سبعة واحد صفر ثنين سبعة إذن مبروك لصاحب الرقم الظاهر على الشاشة أيضا مئة ألف ريال يمني إذن مبروك للفائزين الثلاثة ولديكم ما زالت الفرصة قائمة مشاهدين الكرام للفوز معنا فيما تبقى من حلقة برنامج حيث الإنسان يوميا ثلاث جوائز مالية ما عليكم سوى الإجابة على السؤال بشكل صحيح واختيار وإرسال رقم الإجابة فقط على رقم الواتساب الخاص بالبرنامج المشاركة في البرنامج هي مجانية دون أي تكلفة وأيضا نضمن المشاركة والأسئلة طبعا هي سهلة لأنها تأتي من تفاصيل القصة التي تعرض في البرنامج مشاهدين الكرام الآن سنستعرض معكم أرقام الفائزين الثلاثة مرة أخيرة على الشاشة نتعلم إذن مبروك لأصحاب الأرقام الثلاثة الظاهرة على الشاشة وقمنا باختيارهم بشكل عشوائي مبروك لكل رقم 100 ألف ريال يمني إذن مبروك للفائزين الثلاثة وسنقوم عقب انتهاء هذه الحلقة كما هي العادة بالتواصل معهم للتعرف على تفاصيلهم من أي محافظات وأسمائهم حتى نتمكن من إرسال الجوائز المالية إليهم وتيتم إرسال هذه الجوائز المالية على أرقام الهواتف وإيضا بننع البيانات الشخصية التي يقدمها وهي الأسماء بحسب ما هي في البطاقة الشخصية حتى لا يصادفوا أي مشكلة ويتم إرسال واستلم هذه الحوالات في اليوم التالي إن شاء الله مشاهدين الكرام إذن أذكركم الآن بشكل أخير بالسؤال سؤال حلقة اليوم وما زالت لديكم الفصول الفوز معنا بثلاثة جوائز المالية والسؤال يقول كم عدد الفصول الدراسية التي نفذها برنامج حيث الإنسان في النشمة؟ والاختيارات الثلاثة هي الاختيارة هو الفصل واحد الاختيارة الثاني فصلين والاختيارة الثالث ثلاثة فصول إذن يبدونا الإجابة على سؤال حلقة اليوم سهل وكانت مذكورة في الفيلم وأيضا ذكرتنا في نهاية التعقيب بعد هذه القصة مشاهدي الكرام أتمنى لكم حظ سعيد للفوز معنا بحدة الجوائز المالية الثلاث ونلقاكم غدا وقصة جديدة من منطقة من مناطق اليوم الحبيب ونلقاكم غدا وحلقة جديدة في أمل لكم اشتركوا في القناة بالإمكان أن نمحوا بعض الأحزان أن نمسح دمعة حرمان أن ننقذ قدر الإمكان اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة